عد تحالف الفتح أن مسألة استبدال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير واردة لأن الوضع الإقليمي والداخلي لا يتحمل ذلك واصفاً هذا الأمر بأنه فتح نار جهنم على البلد وقال القيادي في التحالف نسيم عبد الله إنه لا يوجد بديل لعبد المهدي حتى يتم استبداله مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية مؤكداً أن تحالف الفتح مع بقاء عبد المهدي في منصبه